بعد مناقشات وجدال طويل مطروح منذ فترة وافق البرلمان المصري على القانون الذي اقترحته الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة لمساعدة الحكومة في زيادة إيراداتها الضريبية وفي محاولة منها لاحتواء عجز الموازنة المرتفع كان هناك أصوات كثيرة معارضة لضريبة القيمة المضافة بسبب تأثيرها المباشرة على المستهلك في كثير من السلع في هذا العرض نستعرض كيف سيتأثر المواطن المصري بضريبة القيمة المضافة أول ردة فعل مرتقبة مع التطبيق الذي سيكون بشهر أكتوبر أن يكون هناك ارتفاع بمعدلات التضخم من 2% إلى 3.5% معدلات التضخم أصلا هي في أعلى مستوياتها تقريبا منذ سبع سنوات في مصر وبالتالي إذا ما لاحظنا هذه المقاربة ما بين ارتفاع معدلات التضخم وما بين الدول التي تطبق الضريبة عادة متوسط ارتفاع الأسعار يصل إلى 5% نهيك عن أيضا أزمة الدولار وارتفاع الدولار تعطي أيضا تأثير على بعض السلع وبالتالي هي مرتفعة في الأصل عملية الارتفاع بالتضخم كيف ستطبق هذه الضريبة المضافة؟ هناك عدة أنواع من الضرائب الآن مطبقة سلع ضريبة الجدوال وهي مطبقة على بعض السلع نسبتها ما بين النصف ومئتي في المئة سلع معفا من الضرائب وبالتالي سيتم تطبيق لـ 13% من بداية أكتوبر على السلع التي لا تندرج ضمن هذه السلع أي ضمن السلع المعفا وسلع ضريبة الدخل أهم المنتجات التي تطبق عليها ضريبة الجدول هي المنتجات النفطية من 30 إلى 100 قرش بنزين 80 الذي يستخدم من بنزين 80 سيكون عليه إضافة 160 حاليا إلى 30 قرش وبالتالي المحصلة سيدفعها بقرابة 190 قرش السجائر تعتبر من السلع الأساسية في مصر وكثافة الاستخدام فيها ستتأثر بطبيعة الحال بهذه الضريبة السجائر بسعر 10 جنيهات الذي يشتري السجائر بـ 10 جنيهات سيضاف عليها من 50% قرابة 275 أرش السعر النهائي لهذا النوع سيصل بـ 17 جنيه 75 أرش سعر 16 جنيه على ضريبة 50% سيضاف إليها 425 أرش وبالسعر النهائي سيكون 28 جنيه 25 أرش سعر 23 جنيه للسجائر يضاف على 50% 525 أرش وبالتالي المشتري سيدفع 39 جنيه 75 أرش قطاع السيارات أيضا سيكون من القطاعات التي ستطبق عليها هذه الضريبة هناك سعة المحرك 1600 وأقل من هذه السعة سيدفع ضريبة بقرابة الـ 1% ما بين الـ 1600 و2000 سعة المحرك ستكون عليها ضريبة بقرابة الـ 15% أيضا هناك أيضا بعض المنتجات الأخرى المعسل وسيشمله ضريبة تقارب الـ 150 في الـ 100 أيضا الأسمدة والمبيدات الزراعية ضريبتها 5 في الـ 100 المياه الغازية ضريبة بـ 8% وخدمات شبكات المحمول يعني الذي يشحن موبايله بـ 10 جنيهات السعر النهائي بعض الضريبة سيدفع 10 جنيهات وـ 80 أرش بنسبة 8 في الـ 100 على هذه الخدمات ومستحضرات التجميل سيشملها ضريبة بقرابة 8 في الـ 100 أما أهم السلع المعفى من ضريبة القيمة المضافة فهي الأساسيات تقريبا والأكثر استهلاكا وكثافة في الاستهلاك البان الأطفال منتجات الألبان الخبز الشاي والسكر واللبن الحيوانات والطيور المذبوحة والأسماك وأخيرا الخضروات المصنعة محليا مع عداء البطاطس هذا إلى جانب التعليم أيضا لكن تعتبر هذه أبرز المنتجات التي يتم استهلاكها بالسوق المصري ترجمة نانسي قنقر